على أنقاض ملايين الفقراء اليمنين الذين يعجزون عن توفير مقاومات العيش والبقاء على قيد الحياة يظهر الثراء الفاحش لدى قيادات ميليشيات الحوث ومشرفية حيث انقلبت الصورة بشكل جذري حينما قدموا من كوف صعدة حفا خلال اشتياحهم للعاصمة صنعاء واخر العام 2014 وبات اليوم يسكنون البيوت الفارهة في الأحياء الراقية بالعاصمة صنعاء ويتجولون على متن السيارات الضخمة والحديثة ويعيشون وأسرهم حياة مترفة ودخل الحوثيون عالم الثراء حينما صيدروا على المؤسسات الإيرادية التي تدر عليهم بالأموال وصادروا مرتبات موظفي الدولة منذ أكثر من أربع سنوات فيما قياداتهم ومشرفيهم يستلمون مرتباتهم باهظة بانتظام وكانت المؤسسات الإيرادية والبنوك الحكومي والخاصة هدفا لكبار مافيا الحوثية حيث قاموا بنهب الأموال الموجودة في البنك المركزية وبنك التسليف التعاون الزراعي والإنشاء والتعمير وصندوق النشئ والشباب وصندوق التراث والتأمينات الاجتماعية ولم تكن شركات الهاتف السيار بعيدة عن بطش حيتان الحوثية حيث تعرضت للصدي والنهب لأموالها وأصولها وإيراداتها وبحسب تقليلات اقتصادية فقد بلغ حجب الثروة التي جمعت قيادات الميليشيات الحوثية من موارد القضاع العام والخاص والمساعدات الخارجية نحو 14 مليار دولار منها ما تستثمر به في الخارج وأخرى أصول عقارية وشركات تجارية حلت محل القضاع الخاص التقليدية وحولت الميليشيات الاقتصاد اليمني لأقتصاد حارب بعد تنمية الأسواق السوداء للمشتقات النفتية والغاز المنزلية والمضاربة بالعملة الوطنية وفرض الضرائب والجمارك المستحدثة والجباية المتواصلة باسم مناسباتها الدينية على مدار العام فضلا عن إنشاء شركات نفتية استيلاد المشتقات النفتية وبيعها وفي مقدمة من قياديان محمد علي الحوثي والناطق باسمها محمد عبد السلام والاستثار بموارد موانئ الحديدة الثلاثة التي تدر عليهم بملايين الريالات بشكل يومي وفرضت الميليشيات بعمل مناطق سيدرتها قيودا على بيع العقارات والأراضي حيث تحتكر عملية البيع والشراكة وصيد بين البايع والمشتري بعد أن ضارت عملية سطوية على أكثر من 80% من أراضي وعقارات ومتلكات الدولة وبالتزاون مع زيادة أنماض الحياة المترفة لقادة الميليشيات فإن أكثر من 80% من المواطن اليمنين بحاجة إلى المساعدات بينهم أكثر من عشرة ملايين على حافة الفقر والمجاعة اقتصاديون أكدوا أن أحد الأهداف الرئيسية لقادة الحوثين هو الثراء والذين يستخدمون عقيداتهم فقط كواسيرة للسيدرة على الثروة دون غيرهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر